مستمرين تاني في الأخبار نرجع لأخبار الأمن الإلكتروني ومعنا خبر بيول لاست باس تكشف عن اختراق كبير يتسبب في تسريب بيانات هامة وارجع أقول لكم لاست باس دامي واحد من الأدوات اللي أنا باستخدمها بشكل شخصي أعلنت شركة لاست باس المطورة للتطبيق دارة كلمات المرور الشهيرة عن تعرضها لخرق أمني بالغ الخطورة ومن المحتمل أن يؤدي إلى كشف كلمات المرور المستخدمين المخزنة في الخطبة الشركة قالت أن القرصان اللي تمكن من اختراق الكمبيوتر المنزلي لواحد من موظفيها وده أدى لسرقة الخزنة الرقمية للشركة بصيغة غير مشفرة وده كارثة كبيرة جدا وده كانت متوفرة لعدد من أحدود من مطور الشركة وده تخلف عقلي طبعا من الشركة أدفت الشركة كمان أن المخترق سرق مفاتيح الدخول إلى مساحتها السحابية في خدمة الأمازون S3 وده اللي بتخزن عليها الشركة مفاتيح التشفير الخاصة بالنسخ الاحتياطي في الخزانات أو الخزائن بتاعة مستخدم التطبيق واللي بتحتوي على المسجل الكامل لكلمات مرورهم وتمكن منفذ الهجمة من الوصول لمعلومات عالية الحساسية عبر استغلال صغرة في واحدة من التطبيقات تشغيل الوسائط الموجودة على الكمبيوتر الخاص بالمهندس واللي تعرض للاختراق من خلال الصغرة دي فعل المخترق عن بعد شفرة برمجية أتاحت لي زرع برنامج لتسجيل ضربات لوحة المفاتيح اللي بنسميه كيلوجر وده ممكنه من سرقة كلمات المرور الرئيسية للموظف ده وبجرد طبعا ما حصل على الكلمة المرور دي بدأ أنه يدخل على الخزنة غير المشفرة وأخذ الهاكر كل البيانات اللي موجودة فيها ومن خلال ده كمان بما فيها مفاتيح فك التشفير اللازمة للحصول للسيرفرات الخاصة باللاست باس وأماكن تخزين المواد أو النسخ الاحتياطية وقواعد البيانات طبعا دي زي ما تركوا الكارسة كبيرة جدا والاختراق ده بيجي بعد شهرين فقط من اختراق مشابه كانت الشركة كانت كشفت عنه سابقا وحصل من خلاله المحترق على بعض البيانات الشخصية لبعض المستخدمي لاست باس بدون ما يوصل للباسوردات نفسها بالرغم من أن الشركة ما أكدتش تسرب معلومات مستخدميها بشكل مباشر لكن حثت مستخدم تطبيقاتها على تغيير كلمة المرور بشكل سريع جدا للتطبيق بالإضافة لتغيير جميع كلمات المرور المتخزنة داخله وعشرت الشركة لأنها فتحت تحقيق لمعرفة مزيد من التفاصيل وبدأت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعطيل الهجمة وضمان عدم تكرارها مستقبل زي ما قلت لكم قبل كده على استباس هي خدمة لإدارة كلمات المرور بتسمح للمستخدمين أنهم يخزنوا البيانات بتاعتهم أو الباسوردات بتاعتهم ويتعامل لها مزامنة للأجهزة بتاعتهم والمنصات المختلفة بشكل كبير كمان بتوفر ميزات زي توليد كلمات المرور الآمنة وملء النمازج بشكل تلقائي وبتمتلك أكتر من 25 مليون مستخدم حولي العالم وأنا منهم وارجع أقول كارسا آه طيب نستخدم النظر بالتطبيقات آه نستخدم النظر بالتطبيقات نعمل جبعة من أعلان للأسط باس ولكن الفكرة نفسها فيه ناس علشان ما تعملش باسوردات معقدة ما تستخدمش مرمج زي ده بتحط الباسوردات في منتهى التفاهة ظنى منها أنه رقم العدد الخانيات الكبير ده يأمن الباسورد ولا بيأمن ولا بيعمل أحيذ خالص فأنك تستخدم حاجة وتأمن بها باسورداتك وتعلي مستوى الأمان أهم بكتير من احتمالية أنه بمنتهى السهولة حد يخترق حسابك. مثلا حاجة زي كده الشركة بتبلغي ادخل غير البسوردات كلها لكن في الآخر لازم بسورداتك تكون معقدة. وأقول لكم أنا شخصيا بعمل إيه؟ أنا عندي معالي الليفل شوية عن كده. فأنا البسوردات بتاعتي اللي مخزنة داخل التطبيق أنا ليه ما نزعكتش من الخبر ده البسوردات بتاعتي اللي حطتها داخل التطبيق أصلا غلط. بس هي غلط لو حد اخترقها واخدها. لكن أنا لما بشوفها بعرف حط البسورد الصحيح. قصة كده مش عايز طبعا أكشف الموضوع بالكامل ولكن بأكد عليكم لابد نعمل أمان كويس جدا لنا ومن ضمنها أن احنا نحط بسوردات معقدة.